اشتركوا في القناة 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 مرحبا بكم ومرحبا بضيفي الأستاذ إحسان وثيق السام الرائي مرحبا بك أستاذ شفتوهم الأربعة مرتين خوفوكم مرة بعدام الأول ومرة بعدام الأربعة شون افتهمتوا هنتوا هاي أنا من رجاعي كنت لك كان دارس جانب القانوني قلت هاي القصة قلمة ممكن يمكن يكون ورا عدام الإنسان بدقيقة ودقيقة افتهمتوا هاي رسالة هاي اي بطبط مال طيب هاي وجودكم بهذا المعتقل اجا واحد سألكم وامرة حققوا ياكم اخذيني فلوس قابضين أنا من الناس لاحظ حققوا يايا الى انا تقدمت المحاكمة قدمت لك ورا شقيد المحاكمة ورا يعني يوم اثمانية صار العفو ورا كم يوم يعني يوم اثمانية تم تنفيذ الإعدام في الجمار ايه وبنفس الوقت المحكمة عرفتوا أنتم عندما ذولا معرفت لا من يوم يعرف قدمواكم للمحاكمة شوكيد ورا ايانا عندما ورا ما شوفونا هاي الإعدامات ما الجماعة ورا يمكن خمسة ايام هيشي هالخمسة ايام ماكو تحقيق لا ماكو تحقيق ومادري يعني ويا الاخرين جائز يحققون بالمحاكمة من وياك شفته المحكمة شو اسمها كردي كردي سعيد عدرباء ايه الله يرحمه وغسان مرهون وبعد هذال العشرة علي علواش من موصل وطاهر ربيعي يعني هذاله المجاميع شفتهم بسرة احنا واكفين وقاعدين المحكمة قاعد نعيم حداد ويمة غيدان سعدون شاكر سعدون شاكر عبدالفاضل عبدالفاضل بالاخير طاهر عبدالكريم عبدالكريم ايه وهذاله قاعدين فراسل متهم له بريع مثلا بريع اطلع قال صل على صبحة بس على السؤال ايه بس من اللي يسأل نفسه طاهر اش اسمه نعيم نعيم حددا كلهم الجماعة شكناهم عدا واحد غسان مرهون قل له محمد عايش هذا كذا هو دايش يهد قال نعيم ايه ماذا قل له قل له الرجال ما شفنا من عنده شي هاش تعرف عنه سأله هايش شي موزات الصناع بس بس غسان اي بس غسان قل له والله الرجل ما شايفين من عنده اي شوه قل له اطلقوا فوقفونا يمل تواليتات هايش شي يمكن وقفونا خمس دقائق رجعوا وكان رجعوا رشعنا شقر الله احمال الاعدام ولا اقول السجن يعني يريد لها الساعة المات عندها انت وتكتب الاسماء شو رأسا قرر الاحكام عشر سنين آني وكردي وشكري وجماعة اللي يعني حكاوت فاتح سبعة وثلاثة وخمس احنا عشرة تحدثت مناف وانا مناف مناف الياسين ياسين ايه عشرة والبقية على سبع سنوات والبقية الباقية اكو مؤبد بهم المؤبد اكو بهم مؤبد بهم ما نحكموك مستحسن مرتضى الحديث بعدين المرتضى وراكم ايه هو وراه بس هو قرأ طاهر شان طاهر محمد امين طاهر الرواعي طاهر ايه فهدول انحكمنا